إذاعة قطر بودكاست ذاك الرعيل أعزائي المستمعين يسرني أن أصحبكم في برنامج ذاك الرعيل إعداد وتقديم محمد علي لمهني أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نلتقي في برنامج ذاك الرعيل مع السيد المربي الفاضل محمد بن عبد المحسن الفياض الخالدي الحاصل على لسانس شرعية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية عميل في رئاسة المحاكم الشرعية ثم في وزارة التربية والتعليم حتى تقاعداً الأمل نرحب بك عبر أتينا أهل ومرحباً وتشرف نبتدأ من البداية من بداية ولادتك وفي أي فريج أمته حقيقة الولادة سنة 1950 في البداية في البداية في البداية عند الشيخ علي بيوت الشيخ علي لأن الأصله يعني باني قطر لكل سمة حاكم في دولة قطر له سمة معينة الشيخ أحمد بن ثاني هو الأول أحمد بن ثاني بن ثاني سمة والشيخ رحمة الله عليه قاسم بن ثاني هو المؤسس لأن عينة محمد بن ثاني قائم مقام يعني نائب الباب العالي في تركيا عن قطر أيام العثمانيين أيام العثمانيين وهذا هو المؤسس المؤسس أحب أذكر هذه اللفتة ولو أنه تاريخيا هذه اللفتة المؤسس لما عين من قائم مقام لقطر فأسسها وخذ من قطريين العهد على تأسيسها الشيخ علي باني قطر علي بن عبد الله علي بن عبد الله لأن انتشر التعليم في عهده والمكتبة والثقافة ودار الكتب وطباعة الكتب وهو شاعر تصدير البترول أيضا نعم تصدير البترول في عهده أول لأن البترول 38 أيام الحرب العالمية الثانية وانقطع أو بس التصدير في عهده وابتدأ وانقطع ثم بعد ذلك في عهده وفتح المدارس وعشنا إحنا في عهده ثم أحمد بن علي الثاني مواكب للنهضة وجاء الشيخ خليفة فارس الاستقلال وجاء الشيخ حمد بن خليفة باني الحضارة ثم الشيخ تميم الله يمد في عمرهم كلهم أنه محافظة على الدولة هذه السما إيش طفولتك في فريج البدع الطفولة كانت في فريج البدع البدع يعني أشياء طفولتنا في البدع وهذا البدع يعني أربع سنوات وخمس سنوات كان عمره كم أربع سنوات ثلاث سنوات هو الواحد يعقل مادي يأتي بعد ثلاث سنوات أربع سنوات يعقل خمس سنوات انتقلنا إلى فريج عبد العزيز فريج عبد العزيز ثم بعد ذلك ست سنوات ادخلنا لمدرسة البدع من ناقدي كل جهة طارق بزياد أو عمر بن خطاب عمر بن خطاب وكنا نمشي نروح لها ويايين ثم افتتحت مدرسة صلاح الدين صلاح الدين اللي الأول كانت خديجة وكان الشيخ عبد العنصاري رئيس وكان اليوم الدراسي كالآتي عشان نعرف الفرق بيننا الآن الساعة سبع الطابور والحصة أولى والحصة ثانية والحصة ثالثة ثم بعد ذلك الفطور يعطونا فيه قراط فيه فطور فيه سندويج وجبنة وبرتقالة أو تفاحة أو موز فيه كيس بلاستيك بعد ذلك يبون حك كل صف كل صف وفيه يبون لنا حليب 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 كانت قراش حليب مسكرة مسكرة ما يعطنكم شاي ولا شاي لا لا ما فيه شاي ما فيه عندكم ما فيه شاي ولا ولا عصير ولا شي حليب وسندويججبن وبارتقالة وقطعة رهش ربوغات يعني حسب حسب ثم بعد ذلك ندخل الصف ولناخذ الرابعة والخامسة والسادسة وأذن صلاة الظهر ونصلي الظهر ثم بعد ذلك نتقد في المدرسة بعد غد عيش مرة لحم مرة جياي هذه عيش أبيض وصلاة وانتقد أقبل الصلاة ثم نخلص للموقع نروح السابعة والثامنة فيه سابعة وفيه ثامنة نعم بعد الغد بعد الغد السابعة والثامنة لسه فيه تدريس نحل الواجبات التي فرضت علينا بدل ما تروح البيت نساء ثم بعد ذلك نخلص أذان العصر نحط كتبه في نفس المكان ما نوديه البيت ما نوديه البيت نروح البيوت وهالو مجرة لكن يوم الأثنين نص دوام يوم الأثنين يوم الخميس نص دوام ليش يوم الأثنين ليل فسحة ليش يوم الأثنين لأن الله يسلمك فيهم عندهم اعتبار آخر كون المدرشين أو لحالة اللي جاي من بره لأن يروحون القسم الداخلي أو النائم اعتبارات تعليمية نحن لا نفقها يعني كنا ليش يعني هذا اليوم الدراسي أما من الأنشطة فهي أكل آتي الطالب في ذلك الزمن اعتبارا شخصية له شخصيته وذلك الزمن التعليم يصب على إظهار شخصية الطالب وبناء الإنسان المعرفي والعقلي والبدني والتفاعلي ما بين الطلاب على هذا الأساس أقوم من تقلنا في المدارس وكان المدارس صلاح الدين السيد عمر الخطيب رحمة الله عليه والسيد خالد الله يرحمهم هذا الرعي الأول اللي كان في الرياضة يسوي لنا سباق الجريح الضاحية كرة قدم ما بين الصفوف وصلاح الدين ما بين طلاب وصف وصف وكيوم وبعد ذلك هويئت يوم المدرسة هوية ثم بعد ذلك معهد ديني أعزاء المستمعين ما زلنا نواصل هذا الحوار مع المربي الفاضل الأستاذ محمد بن عبد المحسن الفياض الخالدي هل كان في نشاطات في تلك الفترة نشاطات مدرسية نعم كرة قدم كرة طائرة كرة سلة يعني سبق الضاحية هل كان في عندكم مثلا نشاط علو نشاط الرسم نشاط موجود النشاطات الرحلات حق اللي أكبر منه سنن المرحلة الإعدادية الابتدائية الابتدائية ما فيلا فريت حتى المدرسة الصلاحية ما لها حوش ما لها سور كانوا يعطونكم الله يسلمك رواتب حوافز نعم نحن الأول كان يعطونا حوالي خمسين ربية ويعطونا خلق كسوة الصيف وكسوة الشتاء نفصلها وأحذية كان مكتوب عليها عمر أفهندي من مصر والخلق من مصر وهذه كان هذه حافز هذه حافز خمسين ربية تساوي شيء كثير يعني الواحد انتظرها بفارق الصبر تفصيل الثوب ثلاث ربية ونص تفصلون الثوب وتلبسونا في الاشتاء إذا كان وفي الصيف صيف صيف عندنا اقتر ما يعطونكم بلى فيه وقت يعطون اقتر حق الشوية المتقدمين بس انتوا كنتوا في الابتدائي يعني صغار اللي يمنعونها ليش لأن قد انتهاوش ونخنق بعض يعني يعني الاطفال كده حياتهم حتى العقال ممنوع خلصت المرحلة الابتدائية من مدرسة صلاح الدين الايوبي اللي كان مديركم فضيلة الشيخ عبدالله لانصار رحمة الله عليه وقفر له والوالدي وكانوا اتذكر في ايامكم كانوا فيه مدرسين قطريين في نفس المدرسة لا ليش من بعد الاعدادية رحت المعهد الديني والله هذه الامور لحد يقول ان الواحد رقبتك لا ما في رقبة عندنا ما عندنا رقبة للانسان لان الرقبة الاساسية للوالدين وكان عندنا سلم القيم المجتمع هو الدين والامانة يحبون يابون المطاوع يحبون الدين وهذه وجهوا انت ترى ان جل ابناء قطر في المعهد الديني بس كان المعهد الديني مواد صعبة جدا المعهد الديني يشمل ثلاثة امور دراسة الشرعية والأدبية والعلمية 18 مادة يابد من المجلد لمجلد كتاب يسمى كتاب الصامت وأعطيك النكتة لو كان عندنا في المعهد في المسلح الدين يسمونها قراءة رشيدة افتكر عندي نسخة منها ويمر يقول قطار حلوان احنا ابتدائيا ما نعرف حلوان ولا قطارة والجاموسة في الترعة نتراهن الاطفال عليها هل هي بقرة قراءة الرشيدة في الترعة الجاموسة في الترعة نقض هذه بقرة رسم كروكري يعني ما برسم صورة فوتوغراف هذه بقرة قال لها جاموسة هذه جاموسة هذه بقرة لأن الملاهج كانت من مصر من مصر قراءة الرشيدة والحساب الرياضيات ونشعنا على المنهج المصري ودرسونا المصريين وقعدنا لين وصلنا للعدادة العدادة هناك اختلفت الأشياء بعد انشان درس توسعت مفاهيمه توسعت درقاته شفع الحياة المجتمع والحمد لله أنا رحت المعهد الديني ليش لأن المعهد الديني مجموعة من المواد ومجموعة من الأنشطة ما تتكفل في مدارس أخرى مثل جماعة الشرعية جماعة هذه وكذا لكن احنا أول ما دخلنا المعهد الديني يقسم لنا أربع أسر أنا أحمد بن حنبل وهالي بلان بلان ويعريف الأسرة رئيس الأسرة والستاد ويجمع لنا أربع خمس يقول ما يبي يرشه عمره حق الصحافة يرفع واحد يد أو اثنين وحط يقعدون يعني كذا ثم بعد ذلك يتم بن أعضاء أعضاء الأسرة انتخابها لأشخاص اللي يبون للواحد فينتخب يعني تعليم الأصوات تعليم الديموقراطية بدت من هناك وداني الوالد الله يرحمه الله يحمل إلى مكان اسمه بلاك كات بلاك كات بلاك كات في الدوحة في الدوحة عند دار الكتب أيوة وعند دار الكتب هناك لهم معمل وعند الطريقة الحين اللي رايح لاستقلال هذا كان عندهم بعبل محطة إرشال يعني تصليح الأجهزة وهاري واشتقلت عند بركس اللي حين وما نسى ومستر جيمس علمني برجس سواني صبي وأشتقل معه وديه لتشاي لين علمني الانجليزي علمني الراديو هذي شنو هذي دكان يعني محل هاي بلاك كات بلاك كات هي شركة شركة هي صدلح الرياضي والرادارات بس راديو ورادار تلفزيون ما في ما في أيام راديو ورادار واشتغلت معهم وفهمت الأمور فهمت الأمور أشياء كثيرة كنا نشارك في شاركنا في نادي العلمي يعني المدارس في سبق علم جدول الضرب الآلة الحاسبة سويناها الكمبيوتر بالأضواء أرقام وهاي تشوفها في اللوحات الموجودة في الشوارع تشوفها الحين كان حين نسوينها قبل تطلع لك الصورة تطلع لك شي تطلع لك كل شي في مهرجان كان يغام أيام الشيخ علي ثم الشيخ أحمد هذا عادي اللي في استاذ الدوحة يوم المدرسة غير اليوم المدرسة كل مدرسة في مدرستة لكن هذه المهرجان المهرجان السنوي أيوة رياضي مهرجان الرياضي كشافي وكل شي والأزاهير وقيرة وعملوا مرة قصة الجزائر حتى حذير الجزائر والصهاينة وتمثيل من الصهاينة أنا رشعوني مرة أنا فداعي وطقيت إبراهيم الله أذكره بالخير أي إبراهيم إبراهيم الخاطر كان لبسين يهود أي وأنا ويهود أنا خسرت قبل وضربت صج صج أي يهودي أي وكان أول في مدرسة بعد في الابتدائية في صلاح الدين كان يشون مسرحية في اليوم أقب ما هذي سووا الكلب العمين مني أعرف يقلد الكلب أنا كل يوم يعرضون مسرحية أحد بروفة آخر بروفة طقني الحرامي صج طقك طق طق زينا ملابسة البكرة أنا ما أعرف إنه بكرة العرض حطوا العرض يوضتوا طب قمت أعضل صح يوضونا فتشتون ليش يعني الشيخ عبدالرسل ليش الطق قلتوا حطيني تشلب تشلب اللي ما يعرضش خانته ما ينفع يعني كانت حياة بكريات حلوة حدثنا عن السكة نكون في البدع وعن عمك الله يرحمه ويقفر له درس يقولون درس عيال الشيخ علي بن عبدالله الثاني حاكم قطر نعم تذكر كتاخر أنا طالب كان يدرسنه قرآن والشيخ مبارك في واحد الشيخ مبارك بعد درس وثلاثة واحد عبدالرحيم في المدرسة هاي كان درسكم في المدرسة هاي كتاتيب قرآن الكتاتيب اللي هم المطاوعة المطاوعة يدرسون قرآن وكتابة وحساب وكل شي فهذه هم وولد الشيخ الأنصاري عبدالله ومحمد عبدالله الأنصاري وولد بن تركي عبدالعزيز ناس درسوا كثير عيال مشوخ وعيال كبار وهذه كلها عند عمل هذي الجيل ايه هذا كل جيل يعني الرعيل الأول قبل الرعيل نحن يعني شوي الرعيل الرعيل المبارك الرعيل المبارك أسميه دخلت الثانوية بنافس الشي لم أدرسة معه الديني صار في تغيير عندك في المرحلة هو الفكر بس تغيير الفكر ليش أننا كنا نقرأ كنا نجابه الاشتراكية ونجابه يعني كانت في مناوشات مناوشات نعم أيام حلوة الأيام كانت قبل حلوة جميلة كانت الأيام أيامكم كانت جميلة أجمل من الآن حس الطالب أنه في أحد يبدأ مهم في المجتمع لا أهمية إحنا يعني إحنا بنفسنا نصنع ألعابنا الدامة ما الدامة والدمينة وقيرها الألعاب الشعبية ونعود لنا قواطي البيبسي وندقها ونشوها تواير ونشوها شيائير ونحطها يعني أفكار عندك وهذه تخلق عند الإنسان لإبداع وبعدين تبيع بنتين على رفيجك تسريد بعد وبعدين شغلت أنا كتصوير وقمت أصور ما شاء الله وقمت أصور سوديو الوحدة قمت أشتغل بـ 250 ربية الشهر أشتغل معهم أشتغل مع المصور صديق الله يرحمه وبي سوديو بحده في الجسرة في الجسرة عند نزلة الجسرة هناك واحد سمه سوديو الوحدة وكنت أصور ويوني الناس بخمسة ربية بنص ربية وأصورهم محمد أعزاء المستمعين ما زلنا نواصل هذا الحوار مع المربي الفاضل الأستاذ محمد بن عبد المحسن الفياض الخالدي خلصت الثانوية ثانوية المعهد الديني خلصت أين وين كانت وجهتك والله أردت البعث قالوا الجامعة الإسلامية هذه أبرك حلقة وخيركم من تعلم الدين كيف يعبد الله من كان معاك تذكر؟ كثير ربا ما تذكرهم؟ لا بلا كان قبلنا سابقنا سابقنا ثاني بن خالد وسابقنا رحمة الله عليه وقفر له نور المصطفى المراقي اللي كان اللي كان معاك اللي كان معاك أبا زيك أسامي فضله سابقنا أحمد الأنصار أحمد عبدالستر سابقنا بسنة أين وبعد عندنا بعد واحد الله طويل أمرك هذا لين اللي معاي إبراهيم عبد الرزاق صالح الصحي وسالم عبد الرحمن أبو بكر عبد الرحمن شريف العجيل إبراهيم العجيل إيه إبراهيم الماس إبراهيم الماس كلهم أنا ساكم يا إبراهيم أسوى قرفة ومن دين المناورة لكن كانت أيام حلوة كنا يعني كنت ترحون رحلات مع بعض إيه دائما نروح رحلات ونسوي مقالب في بعضنا بعض كنت ترحون رحلات صح إيه نعم رحنا مدايين صالح رحت مدايين صالح تذكر لما الذيب هي حق الضبعة 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 ما يعرفون الضبعة يعني ما يقدر ما يفرق رفيجك لا من الضبعة ولا من الضبعة الضبعة فيها ميزة أنهي ما تهجم الواقف تنطر الواحد بطح وكنا نروح ندور أثار على فكرة وشوفون الأثار مدى أنصار وكنا نحن مع إسماعيل أبو بكر وأنا إسماعيل أبو بكر مصلح إيه إسماعيل وحنا نروح ونجي وروح هنا الأربع والخمس لكن هناك ذئاب أنا دائما تدوير أثار وسجلت في ذاكرتي أينما تكون في جبال عند المنحوتة فيها صور البقر في نفس هذه مداء صالح لا أقير غسل مداء صالح رحنا إلى وادي ظلم في وادي الذهب اللي هو في السعودية في السعودية ما بين المذنب بعد الفوارة قبل المدينة بين الفوارة وما بين المذنب بين الفوارة إيه وعنجز تروحون في العطل إيه العطل يومين ثلاثة إيه نروح ندو في سيارات خاصة أو في باص لا سيار ندو مرة رح نسيارة الباص نروح نروح أنا مرة شاهدتكم في باص عوض قديم بلاكاش تسمونا بلاكاش إيه تسمونا إيش بلوة وكاش يعني بلاكاش ومن خشب من خشب صح إيه ودّاننا مداين صالح إيه بعض الشباب مودين معاكم يعني أكل مودين إيه طباخ وأكل وغبا ونقبتنا في العلاء أبتت في العلاء إيه شلون كانت الرحلة يعني كانت جيدة ورحنا خيبر بعد خيبر إيه دخلنا خيبر مع فلاج الماي وكذا وإيه لا هناك رحلاتنا كثيرة كنتم سعداء في الرحلات واكتشاف هاي الأماكن إيه طبعا الواحد العلم لاشا قراءة وكتابة قل انظروا قل شيروا في الأرض قل شيروا في الأرض فانظروا أنت كان تخصصك شنو شريعة صح شريعة إيه أقب تخرست تعبت هناك في الدنيا لقيت صعوبات تعبتكم شي لا لا سهلا كنتم أصلا راح متأسسين من المعهدين إيه معهدين إيه معهدين وحنا يعني قارين معهدين يعطاننا التأسيس الصحيح سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو في غير أو في المراجع أو هالي تخرجت من الجامعة رجعت للدوحة رجعنا للدوحة تخرجت التقدير جيد جيدة رجعت للدوحة لأن أنا وأقول بلون كلمتانا لأن الأصل عندي يعني منوع أبحث عن شي وتعلم أقرأ هذي وأقرأ هذي عشان نفس ما أتمل من كذا تركيز شي واحد أو تصفي شي واحد وفوتك الأشياء كثيرة كلها وجيت المحاكم الشرعية رحت المحاكم كان رقبتك أن تروح ولا هم وحولوك حولوا أنهم وما في إنسان له رغبة وين اشتغلت في المحاكم الشرعية محاكم الشرعية عندي الشيخ عبد الرحمن المحمود أنا محمود مرة في المحكمة مرة مني ومرة في المشتريات مرة يعني شي ما لا تخصص فيه ولا أعجبتك ما أجبك الوضع لا الوضع لأن الأصل التوظيف تركت المحاكم الشرعية بعد أن جهد جهيد رحت تربية التعليم رحت جامعة جامعة قضاء لا رحت جامعة عين الشمس كملت الدراسة دراسة تربية وعلم نفس درست مرة ثانية مناهج المناهج والمحتوى والمسوى ومقدرات ومدرئيش القدرات يعني مرة ثانية عدت الجامعة عدت الجامعة أو ماجستير لا الماجستير بس دبلوم عام ودبلوم خاص وخدت تكميل وخدت بعض التقديرات كان الوالد رحمة الله وفي مراضة كبيرة وأنا أروح ويعني ضغوب شوي وتقدرنا وقدرنا الله وكملت وجيت هنا الدوحة وقالوا لي عندك تميل دبلوم خاص رحت الدبلوم خاص سجلت هنا ثم بعد ذلك رحت طنطة وسجلت تكميل وخلصت وخلص ما قدرت أقدم الرسالة لأنه قام أبوي قال لي كفاية خلاص يا ابوك كفاية قربة أنا بيأشوف كون أمهار كنت والله والله هنا رميت الشنطة والتذكرة قطيت عند الباب وما رحت وكنت مناقشتي قريب قالت والله فداك عمري عشان قاتل يوم بك بك الطفل قاعد يبكي الله يرحمه يقبر الله وكان يقول كلمته إذا رحت المدينة المناورة كلمته عودي بالله من الشيطان إن الذي فرض عيك القرآن لرادك إلى معاد ما عرفته إلا بعد تفسير الشيخ بعد فرسناها ولا عرفت كلمة عمي رحمة الله عليه يقول ما يفعل الله بعدها بكن شكرتم وآمن وكان الله شكر وعليم إلا بعدها من درس في الجامعة الإسلامية كانوا أهل تقى وهلإيمان وهلعلم لأن عمي كان دارس فيه ساعة ليدي الشيخ أبو بكر وين دارس في الحساء في الحساء عمي خميس ويدي جاسم دارس بعد أول قبله أهل علم أهل علم رحت تربية التعليم درست فيها قدمت ونقل وين بزارة تربية التعليم مدرس إعدادية وقد عندي مفاهيم في التربية وطرق التدريس والتفاعل والتفائل ووسائل وما الوسائل واختراع الوسائل وقدرات ومقدرات وحتى الكوليرة قاموا يدرون بين بيوت يطعموننا فيها ماذا الحين الوباء الحين صحيح صابنا الوباء هذا قاموا يطعموننا يجينا البوكس الجيب وطعمون البيوت كلها الآن نأتي إلى محور شهر رمضان المبارك نحن الآن في شهر رمضان المبارك ونبي نعرف شون كان استقبالكم لهذا الشهر الكريم في ذلك الزمن الجميل كان لول رمضان ما فيه ريدو قليل في الستينات بس عندنا مدفع يتور اللي يسمونه الواردة ها اللي يسمونه الواردة الواردة نسمع المدفع ذيك الليلة وكان احتفاني برمضان الوالد يبلل الحب من العراق من العراق كان يتاجر مع الشيخ علي بن سعود والأنصاري قبل انقلاب العراق على نور السعيد المهداوي أيام زمان أيام على انقلاب عبد الكريم عبد الكريم قاسم فيبون هناك يبلل حب الهريس خياش هذي جيبه فيه هذي الشهر رجب مثلا جماده الأول وبتحونه يبيع شاي ويعطي شاي ويبع عندنا حوالي عشرين رحة عشرين رحة عشرين رحة ويوني النسوان الضحة كلهم كل واحدة عندها رحة حصات خيشاتها والرحة وحن شغلنا مثل يهال الظهر نقدر قد ودلاك بدين نحن نطحن بعد يسون شيزا تطحنون وشين الحياة اللي حلة والحب وما يتنقي الحريم يدقون من حاس قبل شرمان هذي ليلة قبلها ويسون الحب فيها هذي لأ هذي قبل رمضان ندقة نفس اللي أنت تركنا هذي رحي فيه دق مهباس شكل مهباس عود هذا هو ايه شلونا دب هذي دب هاي البلوش اللي عندنا هناك لن يفصلون بعضها حق الرحمة ماذا اللي المسلم في شي مسلم وشي لا غير مسلم يعني الحب يدقون فيدقون المهباس هذي هيددقونهم وبليلة رمضان قبل قبل ايه أنا أقول لك جمادة الأول جمادة ورجب وشعبان وإذا سمع الوالد وقلت بل هذي مال العام يابس دقوا بالمدق بالمدق الرحمة تاكله شلونا تعرفون ها شلونا تعرفون ان الشهر دخل ايشهر دخل اللي سلمك وهم يعرفون بلقوا كل واحد يشاهد يشوفه يشوفه وتونى سلوات ها رمضان تفليلا لكن إذا قم علن ماذا نقيع السحب في هذه يتصالون لأخبار رمضان ويجينا وقات الساعة كم وقات الصبح نطلعين وقالوا رمضان امشكوا امشكوا ولا حد يأكل ما بيت الصيام قال لا بيت ما علي ما يأكل خبر البار على حتى أكله والعيد وقاتح نروح نحبل يهال ما يجزلنا الصيام نحبل الظهر ولا نيني الظهر ولا نشمها قالوا عيد عيد اسمع المدفع الوار نزمع نوينا فيه قير لكن حياة فرحته ما عندنا شي عيدية اربعنات وانتين وعندنا رمضان القرقعان احنا خلنا في رمضان طالعا في رمضان فيه الله يسلمك شهر خير شهر بركات شهر طاعة الكل يقرأ القرآن الكريم والأقبال الكبير على قراءة القرآن بالذات كل الله يسلمك الله يسلمك شهر رمضان لهميزة أول شيء من ناحية الفطر كل واحد عنده في البراحة ييب له فطورة فطور نعم ونصلي جماعة المغرب في نفس المقام فعقب ناقل ونافطر ويقعدون سلفون القهوة وشاي وسواله وحديث دين وعنا صاوي قد نروح نصلي التراويح قبل قبل نصلي التراويح تذكر شلون كان الفطور نعم فطورهم الأول شلون نعم فطورهم ثريد هريس عيش لحم من نفس فطورنا الحين بس كان الأول في القيمات في القيمات الزلابية الزلابية انتهت انتهت صحيح القيمات وفي شاقو وفي بلالية شعور مربوضة يبولة خبيصة تقعدون كلكم فقير غني كلكم على سفرة واحدة حتى المار يودون يفطر نعم صحيح ما جاء جارهم صحيح ولا انهضم باله كل في جيبة كل في جيبهم في جيبة كل الناس تسوي ختمات وينبلونها على ثواب والديها اي اي ويون اخر اخر شهر رمضان ممكن في 27 اي ينبلونها وينبلونها اي عندهم طوع اي حضرت انت مثل حضرنا يعني في بيوتهم النسوان لهم طريقة عمتي الله يرحمها عمتي الله يرحمها اختبت عمبرنا بالجاسم كانت نبل الختمات الأول وبعد كان يونهم طاوع سالم هذه لينا والله عندي أربع ختمات حط الحمد لله دعا ودعا الله مجعل ما قرأناه في قبقات في المضان صح في قبقات قبقات لازم حق ريائل اخر ريائل او الشباب حنا لأهد غريب لال قبل الثمانينات اخر الثمانية التسعينات كنا كلها قبقات من جيلنا يعني يوم عندي يوم عندي حسن يوم عندي وفلان القبقات ونروح البحر ونروح كاننا في الصيف الليلة قصير روح ونسوي القبقات يعني قبقات ويوننا الخير وايد الحمد لله في عادة جميلة جدا عند أهل قطر في عادة تبادل الأطباق بين الجيران هذا شيء حتى في غير رمضان بالذات تكثر في الرمضان هذا عند طبخة يعطي ثاني هذا اقول لك جارهم ما جاء قط حلو تبادل تودى بيت فلان تودى بيت فلان لا لا كلام الواد مرة في طخ في اثني وانا صغير نادي الولد وكان عندنا يعني يطبخون في الجارة ودي ودي ريحة ريحة الأكل وصل لجيران ودي يمكن حامل يمكن شاي بعد سير وعطوها ويون كل واحد اي كل واحد لدينا كنا سوفي فرجاع بالعزيز فيه كانت أول براستية وناس وفقارة فقارة نعم ايون كل واحد بصحونهم الهريس ما نطبخ حنا لو فرجاع بالعزيز افريس بندرهم ما نطبخ قد البيت فرمضان لا شوائد ولحم ولين الى اهد غريب عبر سبيليك اي الى اهد وجدنا وجدته انا هذا الشي وفوائده لما سافرت حد سفرات عرفني واحد رئيس برلمان كيرلا كان عندي واحد كيرلا قال لي بروح اسلم على الرئيس هنا يعني مثلا رئيس مجلس سابق قد بروح اسلم عليه سلمته وليه نجيم محمد اوه انا فلان وقام سلم عليه وقام يلقي محاضرة ومن جملة قام وسلم عليه يعني الحياة يبقى ازرع جميلا ولو في قير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرعه ان الجميل لو انتال الزمان به فلا يحصده الا الذي زرعه اعزاء المستمعين ما زلنا نواصل هذا الحوار مع المربي الفاضل الاستاذ محمد بن عبد المحسن الفياض الخالدي تذكر المسحر في الفريج ايه عندنا مسحر نبو عشوان الله يرحمه بو عشوان ايه كان عنده ازكر الله حمر علص وعنده جفير تني نص رمضان مع القرقع لا نص رمضان من صلاة العشاء يمر الطق وطق وطق يعطونا لين 28 29 رمضان بعد يروح يطق في النهار او في الليل وعدي عشان يعطون العيدية وهذه هو ما يتقال طبعا شي لوجه الله لا بعد ما يصير يوقع مسحر وما يأكل ما يتعطي صحي حالة امطوع اربعانات ونص وانتين خميسية امطوع هاي الخميسية اي في ايام يوم كنته صغار اي يودوكم عن المطوع كل خميس يأخذ اجرته اي اي انتين اربعانات نص ربية حلو الحياة حلو الحياة حلو بتسامح هالها قرقعت يوم تصغير اي وايد حدثنا عن العشر الاواخر في شهر رمضان المبارك عشر الاواخر في شهر رمضان تختلف البيوت عامرة المساجد عامرة ذكر الله كثير ما في تلفزيون ما في رادو كله حدي يرفع اياد الى السماء دعا المسلم المسلمين حياة نحس ان هناك في علاقة رب موجود وواجد ومعطي الاعتكاف ايضا الاعتكاف ايضا نعتكفون في المسايد احنا ما نعتكف يوم سبعة وعشرين اشي يكون عندكم يوم سبعة وعشرين رمضان من خمس وعشرين اللي يصير الجدول يختلف شوي الجبدال اللي آتيشن هو السعداد للعيد من مأكولات ومن طحين ومن هادي عدون وعدون للعين من الثياب من الثياب ارواي يا اخوي الثياب لول ما اروح مفاصل اتواحد انتوينك اي اروح سوق الواقب واحد اسم الجابر ما ادي وانده ثياب مكودة اي وتقائسون عليكم ايضا حتى بقية اخرى بس انا عندي مرة شرت ثوب صوف الى الحين حلو وحتى ما في اوتي اوتي تحط الفحم يا ايب اوبوي من عبدان داخل اوتي داخل اوتي فحم عبدان الى الحين عندي ويا تقويب الوالدة يا ابو ابي ادي احنا نكوي فانا عندي ثوب انا على اليمر اي اي على اليمر اي ونقعد انا ايتبه يوم واحد استانا استبه انا الله يسلمك ثاني يوم كت علي شوي ما يقوت اقسله اي قسلنا احنا الثلاثين قلبت فوانيل اللي فيها لو الصوف يكر ازين وليلة العيد شا سوهم ليلة العيد وقعد وحتسبح عنده الادرام والتولة تطرخ في فلسطين اي والادرام الصدي اي وريحة التولة والقاج في القطيع اي اي ونقعد عندك صابون الكلك اه اي طب ونالول غير مبلحين اي صحيح اتحرك اتفك اتفك والله انا تكتش يقول جسمك كتش نديزل ونظيف يعني وتحك قطيع الصبح راح صلى الله اكبر الله عدو نقومنا الصبح يقومنا هلنا ونصلي الصبح قبل الصبح قبل الصبح اللي هي الفطرة الفطرة نوزعها قبل قبل طرعش لكن كان الوالد امامي كان يطلعونها قبل بيوم قبلها بيوم اي قبلها بيوم قبلها بيومين سواء كان دراهم او هذي اللي ينفع الفقير عندها عمي خميس افتفيه اللي ينفع الفقير طلعوه وني بصاصة نحطه نوزعه كم يوم يستمر العيد ثلاثة اربعة ايام خمسة ايام باك العيد حلو بهجة شلو البتا البلوش عندهم رقصة الجالية الجالية اللي يرورو اللي يرورو نروح نرقصوا والعرب عندهم العرضة العرضة والبتا عندهم اللي القربة يون القربة عندهم لا البلوش عندهم قربة وهالأعمان عندهم ليوة كلها في الساحة في فريج والبتا عندهم نقزة ولعبة خليل خليل ايه سألو رشي لارسل سألو رشي لارسل عما نعرف ناقصوا يوم انا ارقى اطب مع البلوش بعد؟ ما تفهم ما شاء الله لهم دعنا نتكلم احنا ثلاث لقات اربع لقات فريج عب العزيز البلوشي والايراني والسندي عصر المختلفين لنلعب كورة كجارة ويقال لوقا بياها مده برو يوم انت صغير قبل لصوم كنت يلس احدى الوالدة وهي السوي الهريس ايه هذه اللازم المضربة اللي حاسة احسن شي احسن الوالدة الورية تاكل الورية يخلونها ايه وكانوا الهريس من العصر الساعة اربع هنا قعد جنبها الورية وهذه اللي ما يصوم والارقاق ايه خبز الارقاق وبعد اللي ما يصوم والله مناقل جدا مباتنا مت صحيح احترام لهم واحترام لشهر ايه ايه لما الاهل يودونك رحت جسمت على الفريج جسمت وديت مثلا الهريس تودي بيته فلان ايه لازم لازم ايه هذا شيء اقام رقة لازم ما يوصل الصحان كامل لا 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 يوصل وكانت الحياة حياة المحسن كانت الحياة محسن كانت الحياة زينة ايه ايه يوصل المسروق منه ايه 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 والجدران تصير خضرة وتخر علينا الدور ونشيل الرماء انشاء البطين ايه 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 الى حين رسم الفريق حالاته الى حين تذكر في هاي السنوات ان بعض البيوت خرت ايطاحت ايه ايه ونهدمت ورح ودهم القسم الداخلي ودهم مدارس صلاح الدين وشكرنا وخليج العربي ايه كنا نحن نصلي وندعم رابنا انا وعياله وخوي اللهم ايب لنا مطر وايد اللهم اده اده صلاح الدين اللهم اللهم اده ورحنا بيت المناء عبدالله ارحمه شكرنا معاه في الدريشة نقعد في الدريشة نبات يومين يومين دلاتة بيتنا كلها يخر قعدين في الدريشة شنه دريشة الدريشة اه ابر عن قرفة القرفة لا 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 الدريشة معناها ايش تعرف النافذة ماشيو طوال الناولين ايه ايه وقدامها الطوفة سبعين سامتي الحين انا ابني خمسين لهم يحطون سبعين سامتي خمس وسبعين سامتي لسبب انه طين حلما وجد السمنت ومشتغاته ايه قمت ابني على خمسين فكان خمس وسبعين سامتي والدريشة من بره ما تبعيني فيتبع خمس وسبعين سامتي في متر فيتبع هالك رفاية فالحياة كانت لكان يشرك الهواء يشرك الهواء يشرك الهواء والمطار والرعاد كانوا فيه معالجين لو الشعبيين ايه انا قدر السانة على يد الشيخ الاستاذ بن بديد رحمة الله عليه سعيد البديد سعيد البديد كان ييننا واروح ميلسه وشاهد شلون ابو خميس رحمة الله يتوي عن بصفار اه كان يتوي ابو خميس يتوي عن بصفار اللي هو عمك عمي وكنت راغبة فوين العرق البصفار ووين هالي يعرفون العرق يعرفون لا يعلمونك هل اذا ندحت لي اعرف النار عن النداس ولا عن بصفار لا عن بصفار عن بصفار النداس لقروح يتونا يتونا في الرقبة وفي الرأس فوق الرقبة شنو اللي هن يتونا في اليد لا فيه الله يسلمك للنفضة اعزاء المستمعين نشكر المربي الفاضل استاذ محمد بن عبد المحسن الفياض الخالدي على هذا اللقاء وانتمنى له كل توفيق ونجاح